راحت ليه النحاية اليومنا كرة عرضية جود بلنجهام حطاها براسه لكن الحكم اطلق صفيرة النهاية قبل ما جود بلنجهام يسجل الهدف اللي هو الهدف الثالث اللي كان هيبقى هدف فوز ليه ريال مدريد ولها بكل جسارة بصراحة في رأيه الشخصي حكم المباراة هدف هيامل مشاكل كبيرة جدا في الدوري الاسباني الفترة القادمة انا رأيي الشخصي بصراحة ان حكم المباراة اطلق الصفيرة والكرة قبل ما تتلاقي بالكرة العرضية لجود بلنجهام وبالتالي قرار تحكيمي صعب اكيد مش اي حكم يقدر ياخد قرار زي ده جريء قصاد ريال مدريد النادي اللي دايما متهم تحكميا فيه جدل كبير جدا بخصوص ريال مدريد سواء بالسلب او بالاجاب لكن القرار صعب جدا وقرار جدلي لكن في رأيه الشخصي الحكم من حقه ينهي المباراة في اي توقيت هو يشوفه انه خلاص المباراة انتهت انا زي ما بقولك انا سامع الحكم اطلق الصفيرة والكرة العرضية قبل ما تتلاقي لكن طبعا المباراة شهدت خناءة وطراشق ما بين لعيبة ريال مدريد وما بين حكم المباراة كمان تم طرد جد بالنجهام بعد نهاية المباراة غريبا هيتعرض لإقاف طويل في الدوري الاسباني طبعا اهم لعيبة ريال مدريد هذا الموسم هداف الليجة الاسبانية وبالتأكيد هتبقى اخسارة كبيرة جدا للفريق الملكي الفترة القادمة طبعا موقع ريال مدريد ما سكتش طلع بيان رسمي واتكلم فيه عن الحفر قال ايه قال قرار تحكيمي غير مسبوك منع فوز ريال مدريد في مستايا بالنجهام سجل الهدف الفوز في اللعبة الاخيرة لكن خل منزانو الغاء لانه اطلق صفيرة نهاية المباراة والكرة في الهواء قرار تحكيمي غير مسبوك من خل منزانو منع انتصار ريال مدريد على فالنسيا في مستايا اتنين اتنين النتيجة كانت الحكم ألغى الهدف وهنشوف الامور هتتطور لغاية فين الفترة القادمة طبعا زي ما بقول لكم انا سامع الحكم قبل ما ابراهيم دياز يعمل الكرة العرضية وهو مصفر فبالتالي ما اعتقدش ان الحكم عليه اي لوم رغم انه قرار صعب جدا وجريء جدا 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 طبعا كالعادة المباراة شهدت خناقات كتيرة جدا ملهاش لازمة ما بين فينسيوس جونيور وما بين لعبي فالنسيا وما بين جماهير فالنسيا اللي وجهت للأسف الشديد مرة أخرى إساءات للعب البرازيلي المميز اللي استطاع ان هو يفقر داخل أرض الملعب وسجل هدفين اتعادل لفريق ريال مدريد رغم التأخر فيه النتيجة بهدفين كان فالنسيا بدأ المباراة باكتساح استطاع فينسيوس جونيور بمهارته ان هو يسجل هدفين لكن استمرت الإساءات لفينسيوس جونيور في المدرجات برضو فينسيوس جونيور استطاع الانتقام مرة أخرى ان هو أخذ جائزة أفضل لعب في المباراة طبعا الخناقات والصراعات مستمرة ما بين فينسيوس جونيور وما بين جماهير الأندية الأسبانية نفسي دايما يهدى ويعرف ان الرد في الملعب أفضل شيء هو النهاردة قاد فريقه لتعادل صعب وكانت ممكن المباراة تنتهي في النهاية بفوص فريق لما يكون الرد داخل أرض الملعب هو قبلغ رد على أي حد لكن بالتأكيد يبقى فيه تدخل من الاتحاد الأسباني لكرة القدم لأن الإساءات كتيرة جدا للأسف الشديد في الدور الأسباني والدور الإيطالي ورغم العقوبات اللي بيعملها الاتحاد الأسباني لكرة القدم على الأندية وعلى اللاعبين وعلى الجماهير لكن مفيش فايدة بتستمر الإساءات العنصرية للأسف الشديد ضد العيبة لكرة القدم العنصرية شيء سيء جدا في العالم كله مش في كرة القدم فقط لغير في كل شيء وهدينا شايفين اللي بيحصل في العالم حاليا للأسف الشديد طبعا النقطة اللي خادها ريال مدريد دي في المباراة رفعت رصيده ليه 66 نقطة بفرق 7 نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني وتسع نقاط عن برشلونة الثالث لكن الثنائي لسه عندهم مباراة هيلعبوها بعد ساعات قليلة يوم الحد بإذن الله وبالتالي لو فاز جيرونا وفاز برشلونة هتقرب الدنيا شوية من ريال مدريد بس أنا لسه عند رأيي ان ريال مدريد الأقرب لحسم اللي جا الأسبانية هذا الموسم طبعا الخفافيش تقدموا بهدفين عن طليق هو جودورو وي رومان ياريمو تشوك قبل ان تعيد ثنائية فينيسيوس جونيور اللي تعرض لهجوم جماهيري كبير جدا أثناء وبعد وقبل المباراة طبعا تسجل هدفين واستطاع ان هو ينقص فريق ريال مدريد لكن حكم المباراة منع جود بلينجهام من انه يسجل ريمون تادا تاريخيا طبعا النهاردة كان فيه مباراة مثيرة جدا في الريمير ليج ليفربول استطاع ان هو يفوز في الثانية الأخيرة على نوتينجهام فورست بهدف نظيف سجله الارجواني داروين نونز فوز مهم جدا لليفربول في الجولة دي لان زي ما احنا عارفين بكرة فيه المواجهة ديربي قوي جدا في مواجهة مانشستر سيتي ومهم ان ليفربول يأمن الصدارة قبل هذه المباراة الهدف جيه في الثانية الأخيرة يعني كان ممكن المباراة تتجه ليه التعادل السلبي لكن ليفربول بيستمر في الأداء الجايد رغم الغيابات الكتير اللي عنده وطبعا بالتأكيد أبرزها النجم المصري العالمي الكبير مو صلاح اللي بيغيب للإصابة لفترة الله أعلم هتبقى قد ايه طبعا الفوز ده رفع رسيد ليفربول للنقطة تراتة وستين من سبعة وعشرين مباراة بعد كده عندنا مانشستر سيتي في المركز التاني تسعة وخمسين نقطة من ستة وعشرين مباراة أرسنال ستة وعشرين مباراة وعنده تمانية وخمسين نقطة وبرده كان فيه مباراة مهمة جدا خسر أمام أستون فيلا تلاتة اتنين تقدم أستون فيلا بهدفين لكن أستون فيلا استطاع حسم المباراة في النهاية برينتفورد أمام تشيلسي اتنين اتنين أفرتون أمام وست هام يونيتد خسر أفرتون تلاتة واحد فولهم كسب برايتون تلاتة راشيق فولهم عامل أداء كويس جدا هذا الموسم وأيضا كان طبعا لفترة نهام هاتسبر استطاع النواة يفوز على كريستال بلس بي ثلاثية مقابل هدف طبعا بكرة عندنا زي ما قلتلكم المباراة الكلاسيكو ديربي ديربي الغضب زي ما انت عايز تقول خصوصا في الفترة الأخيرة مع البزوغ بتاع منشستر سيتي منشستر تحولت لي مدينة زرقاء دا على حسب قراء جماهير منشستر سيتي في مواجه طبعا سيد الكرة الإنجليزية بالتأكيد حتى لو حصل تعثر فيه الفترة الأخيرة منشستر ينايتد يظل واحد من أقوى الأندية الإنجليزية وأقوى الأندية عالميا بكرة برضو عندنا مواجهة حتجمع مابين بيرنلي وي بورن مصر طبعا محمد صلاح زي ما قلتلكم ما شاركش النهاردة محمد صلاح رصيده توقف عنده خمستاشر هدف اللي عنده مباراة صعبة بكرة برصيد سبعتاشر هدف مو صلاح حظه سيء هذا الموسم فيه الإصابات حظه سيء مع الاتحاد المصر لكرة القدم لأن شكلنا داخلين في أزمة برضو جديدة كنت تكلمتكم في الفيديو الماضي عن أن ليفر بول مش عايز يود محمد صلاح التوقف الدولي القادم علشان الإصابة أتمنى الحكمة من الجميع علشان نعدي الموضوع ده بسهولة ما يبقاش فيه أزمة ما بين الموديل الفني كابتن حسام حسن الموديل الفني الكبير طبعا ومحمد صلاح أهم العيب فيه تاريخ كرة القدم المصرية بالتأكيد محمد صلاح تاني هدفين التاريخيين لمنتخب مصر مين الأول؟ حسام حسن فمش عارف يعني الموضوع ده ممكن يبقى عامل ازاي الفترة الجاية لكن بالتأكيد بالتأكيد كابتن حسام حسن بيهمه أول شيء مصلحة المنتخب الوطني وبالتأكيد مصلحة المنتخب الوطني مع واحد مع أفضل مش واحد أفضل لعب فيه تاريخ كرة القدم المصرية الأسطورة المصرية محمد صلاح لو أول مرة تشوفتني مش حوصيك اشترك في القناة فعلي الدرس اعمل لايك الفيديو بنتابع كل أخبار الكرة لحظة بلحظة كرة محلية كرة عربية كرة علمية كثفوا الدعاء لأهلينا في فلسطين بالنصر يا رب أشوفك على خير شكرا لكم سلام عليكم شكرا لكم